موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم الأستاذ أحمد الحوت النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض منهج العلوم للصف الثاني الاعدادي للفصل الدراسي الاول وهندرس مع بعض الوحدة الاولى اللي بتتكلم عن دورية العناصر وخوصها وهناخد مع بعض الدرس الرابع اللي بتتكلم عن الماء درسنا النهاردة ان شاء الله بتتكلم عن الماء وربنا سبحانه وتعالى ذكر الماء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ولكن يكفي بعض منها ان ربنا سبحانه وتعالى قال واجعلنا من الماء كل شيء حي وقال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يعد الماء من أهم الموارد الطبيعية الضرورية لاستمرار الحياة حيث لا يستطيع أي كان حي أن يعيش بدون ماء ما حدش يقدر يعيش من غير مية ويجينا السؤال علل دوت أنقول له لأنه الوسط الذي تتم فيه جميع العمليات الحيوية داخل الجسم يبقى الوسط الوحيد الذي تتم فيه جميع العمليات الحيوية داخل الجسم هو الماء وتعتبر مسطحات المائية زي نهر النيل ده مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربية في مصر عن طريق السد العالي وكمان وسيلة انتقال هامة وخاصة في معظم الحالات السياحية بين الأقصر وأسوان طب ايه هي مصادر المياه في الطبيعة يا مصر أحمد مسطحات مائية من أنهار وبحار محطات وبحيرات أو أمطار وعيون وأبار طب أهمية الماء عالميا ايه هي أهمية المياه عالميا اللي بتستخدم المياه في مجالات كثيرة هي الزراعة والصناعة والاستخدامات الشخصية ومن الشكل اللي قدامنا دوت بتصنف القارات بتستخدم المياه في أي مجال أكثر من المجال الآخر فبتصنف أفريقيا على أنها قارضة زراعية واستراليا برضو على أنها قارضة زراعية وأسيا قارضة زراعية وأوروبا على أنها قارضة صناعية بل مجال الصناعي في أوروبا بيسبق الزراعي وكمان المجالات الشخصية علل تصنف أفريقيا على أنها قرر زراعية نقوله لأن النسبة الأكبر لاستهلاك المياه فيها يكون في مجالات الزراعية في المجالات الزراعية طبعا ممكن يشير كلمة أفريقيا وحط مكانها أسيا تصنف أسيا على أنها قرر زراعية لأن النسبة الأكبر لاستهلاك المياه فيها يكون في المجالات الزراعية تركيب الماء يتركب جزء الماء من ارتباط زردة أكسوجين واحدة اللي هي O8 أكسوجين مع زرتين هيدروجين له H1 H1 يبقى دلوقتي الأو مرتبطة مع زرتين هيدروجين H و H فحيث توجد رابطتين تساهميتين أحاديتين هذه رابطة تساهمية أحادية ورابطة تساهمية أحادية في زاوية ما بينهم الزاوية دي مقدارها قد مية واربعة ونص درجة يبقى دلوقتي بيتركب جزئ الماء القطبي الرابط بين جزئات الماء وبعضها البعض نتيجة للفرق الكبير في السالبية الكهربية بين الأكسوجين والهيدروجين فإن الماء يمركب قطبي والفرق في السالبية الكهربية برضو يجعل أن هناك تجازب إلكتروستاتيكي يعني إيه إلكتروستاتيكي؟ يعني تجازب كهرباء إلكتروستاتيكي يعني كهرباء اللي بيحصل تجازب إلكتروستاتيكي اللي هو الكهرباء ضعيف بين جزئات الماء هذا التجاذب الضعيف يسمى الرابطة الهايدروجينية يبقى أنا عندي جزئ ماء اللي هو O والH والH ده جزئ ماء على بعض وجزئ ماء تاني وجزئ ماء تالت وجزئ ماء رابع وجزئ ماء خامس وجزئ ماء ألف وألفين عشر تلاف مليون الجزئاء بتاعت المية بترتبط بينها وبين بعضها عن طريق رابطة صغيرة كده بيكون التجاذب ضعيف خالص الرابطة دي تسمى الرابطة الهايدروجينية الرابطة الهيدروجينية يبقى ايه هي الرابطة الهيدروجينية ده نوع من التجازب الالكتروستاتيكي الضعيف ينشأ بين جزئات بعض المركبات القطبية زي مين زي الماء وبالرغم ان الروابط الهيدروجينية دي ضعيفة جدا للموجودة بين جزئات الماء ضعيفة اضعف من الروابط مين التساهمية في نفس الجزئ زي ما احنا شايفين الا انها تعتبر من اهم العوامل المسؤولة عن شزوز خواص الماء طب ايه هي خواص الماء يتميز الماء بالعديد من الخواص الفيزيائية والكيميائية انا اخذ الخواص الفيزيائية الاول قال لي اول حاجة في الخواص الفيزيائية يتواجد الماء في حالات المادة الثلاثة ازاي الماء بتواجد في الحالات المادة الثلاثة زي راحنا شايفين كده انا ممكن الاقي حتة في البحر سائل او ماء سائل وكمان موجود تلج في البحر وكمان بيطلع من الماء بخار فيطلع لي بخار ماء اللي هو غاز يبدأ في حالات المادة الثلاثة ولا لا ماء سائلة هو حاجة سائلة وتلجد حاجة صلبة وبخار ماء ده مين ده غاز يبدأ بينفرد الماء بين باقي المركبات ده وجوده في حالات المادة السلاس اللي هو صلب وسائل وغاز في درجات الحرارة العادية تاني خاصية من الخواص الفيزيائية للماء إن الماء مزيب قضي جيد الماء مزيب قضي جيد للمركبات الايونية وبعض المركبات التساهمية زي مين قال لي زي سكر الماء ده ده بيكون رابط هيدروجينية مع الماء تب عايزين نعمل نشاط عمل يوضح لي إزاي إن الماء مزيب قضي أجيب ثلاث كؤوس زجاجية واجيب مية واجيب سكر مائدة وملح طعام وزيد طعام ومعلقة عشان أقلب بيها الخطوات بتاعت بملأ الكؤوس زي ما احنا شايفين بكميات متساوية من الماء وأضع في الكاس الأول سكر والكاس الثاني ملح والكاس الثالث زيت إلا أنا بلاحظه بلاحظ إن بيزوب كل من ملح الطعام والسكر ولكن لا يزوب الزيت ولكن بيطفو على سطح الماء الاستنتاج إيه عندي قال إن الماء مزيب قضي جيد لمين؟ لمعظم المركبات الايونية زي ملح الطعام وبعض المركبات التساهمية زي سكر الماء إيه ده؟ طب ليه طيب؟ أنا أقول له لتكوينها روابط هيدروجينية مع مين؟ مع الماء ومعظم المركبات التساهمية زي زيت الطعام لا تزوب في الماء ليه طيب؟ لأنها لا يمكنها تكوين روابط هيدروجينية مع الماء يبقى اللي بيكون روابط هيدروجينية مع الماء بيزوب في الماء يبقى لو جه سؤال عالد يقول لك يزوب ملح الطعام في الماء ليه؟ أنا أقول له لإن ملح الطعام يكون روابط هيدروجينية مع الماء تبليه سكر المائدة يزوف الماء نقوله لأنه سكر المائدة يكون روابط هيدروجينية مع الماء تبليه زيت الطعام لا يزوف الماء نقوله لأنه زيت الطعام لا يكون روابط هيدروجينية مع الماء بس كده وخلص الموضوع ثالث خاصية معايا بيقوله ارتفاع درجتين غليانه وتجمده المفروض تبعا لموضع الأكسجين في المجموعة الستاشر من الجدول الدولي المفروض كان متوقع أن تكون درجة غليان الماء أقل من 100 درجة مائوية وكما درجة تجمد الماء تكون أقل بكثير من الصفر الدرجة الماء إلا أن نتيجة لوجود الرابط الهايدروجيني بين جزائيات الماء أصبحت درجة غليان الماء 100 درجة ماء ودرجة تجمد الماء 0 درجة ماء طبعا في وجود الضغط المعتاد طبعا معلومة للإطلاع فقط بيقول لي يلزم لتكسير رابط الهايدروجيني بين جزائيات الماء كمية كبيرة من الضغط الحرارية فلولا وجودها بين جزائيات الماء لكانت درجة غليان الماء كام سالب 90 درجة ماءوية ودرجة تجمد الماء كان عند سالب 100 درجة ماءوية رابع خاصية من الخواص الفيزيائية للماء انخفاض كسفته عند التجمد يشوز الماء عن باقي المواد في أن الكسافة بتاعته في الحالة الصلبة اللي هو التلج يعني أقل من كسفته في الحالة السائلة وهو ماء لذلك يطفو السلج على سطح الماء ايه التفسير طيب بتاع الكلام ده قال لي عندما تقل درجة الحرارة عن 4 درجات ماءوية بتتجمع جزائيات الماء بواسطة الرابط الهايدروجينية على هيط بلورات سلجية سداسية الشكل كبيرة الحجم بينها فراغات بينها ايه فراغات فيزداد حجمه وبالتالي تقل كسافته يبقى التفسير تاني مع بعض كده عندما تقل درجة الحرارة عن 4 درجات ماءوية تتجمع جزائيات الماء بواسطة الرابط الهايدروجينية على هيط بلورات سلجية سداسية الشكل كبيرة الحجم بينها فراغات بينها فراغات فيزداد حجمه وبالتالي تقل كسافته فيطفو على سطح الماء فيطفو على سطح الايه الماء جينا اسئلة علل مهمة جدا في الناطرية علل تستطيع الكائنات المائية ان تعيش في المناطر القطبية الباردة انا بطلع سمك انا من تحت التلج وعايشة وزي الفل لتكون طبقة من الجليد على سطح الماء السائل فتحمل مياه العميقة من التجمد مما يحافظ على حياة الكائنات المائية الموجودة بها فسبحان الله لو كان التلج كسافته ما بتقلش كانت الكائنات الحية كلها تموت لان التلج هيتكون في قاع البحر وفي قاع المية وبالتالي الكائنات الحية تتجمد وتموت فدي من الرحمة ربنا علل انفجار زجاجات المياه المغلقة والممتلئة لحافتها عند وضعها في فريزر السلاك لو لديتك كده جابت ازازة ومالتها على الاخر او انت جبت ازازة ومالتها على الاخر وحطتها في التلاجة الا ان الازازة ديت هتفرقع بداخل التلاجة ليه بقى اقول له لزيادة حجم الماء عند تجمده لان المية اول ما بتتجمد بيزداد حجمها بسبب ان الفراغات كبيرة بين مين؟ بين البلورات السوداسية وكمان كبيرة الحجم مثال بيقول لي كتلتان متساويتان من الماء النقي احداهما عند درجة حرارة عشر درجات مقوية والاخرى عند درجة حرارة اثنين درجة مقوية ايهما تكون اكبر حجما مع التعليل؟ اقول له حجم كتلة الماء عند درجة حرارة اثنين درجة مقوية اكبر من حجم نفس الكتلة من الماء عند عشر درجات مقوية تبليه ايه التفسير؟ لانه عند انخفاض درجة الحرارة عن اربع درجات مقوية بتتجمع جزائات الماء بواسطة الروابط الهيدروجينية مكونة بلورات سلجية سوداسية الشكل بينها فراغات كبيرة الحجم ويزدادوا حجم السلج للاطلاع فقط بيقول لي ان كسفت الماء المالح اكبر من كسفت الماء العزب لذلك فان السباحة في البحر اسهل من السباحة في حمام السباحة تطبيق حياتي بيقول لي ازاي ادوب تلج الفريزر بسرعة بيكون الفريزر مليان تلج وانا عايز مثلا انضف التلاجة فعاوز ادوب التلج اللي موجود في الفريزر بسرعة عند طريقتين هشتغل بينك قال لي اول طريقة بضع اناء به ماء ساخن داخل الفريزر اجيب حلها مثلا فيها شوية ماء سخنين وحطها بداخل الفريزر وبعد كده قافل بابل ايه الفريزر تب تاني طريقة قال لي بستخدم السشوار اللي هو بتاع الشعر دوت في توجيه الطيار الهواء الساخن اتجاه التلج المتكون وبالتاني هلا ان التلج بيزوب بسرعة خامس خاصي معا في الخواص الفيزيائية للماء ارتفاع قيم حرارته الكامنة قال لي الحرارة الكامنة للانصهار وحرارة الكامنة للتصعيد ارتفاع قيم الحرارة الكامنة للانصهار بالتالي يقاوم التغيير من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بالحرارة المتصعيد داخل بالفieran drop الى الخاصية kilometر قد على الحالة السائلة ما إذا تعمل? وتجعل الماء مقاوم لتغيير حالته من حالة الى أخرى لذلك يستخدم الماء في إطفاء الحرارة يبقى معظم الحرارة بطفيها بالماء ليه يعلل لأنه يستهلك كمية كبيرة من حرارة وسط الاحتراق أثناء تصعيده متحولا يعني من الحالة السائلة للحالة الغازية مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الحريق وبالتالي إطفاء الحريق يتميز الماء بارتفاق قيم حرارته النوعية وبالتالي لا تتغير درجة حرارته إلا عند اكتساب أو فقد قدر كبير من الطاقة وبالتالي بتجعل الماء يمتصع ويفقد كمية كبيرة من الحرارة دون تغيير في درجة حرارته المثال بسيط كده الحداد اللي هو بيجيب قطعة الحديد السخن المتوهجة اللي هو مطلع حديد وعاوز يبردها فبيحطها في إناء به ماء لو أنا دلوقتي شفت الماء ولما استهب إيديها لأن الماء ما تغيرتش ده عشان تتغير وتتحول من حالة إلى أخرى أو عشان ترتفع درجة حرارتها أو بتتغير درجة حرارتها لازم أن تكتسب طاقة كبيرة ودرجة حرارة كبيرة علل عدم تغير درجة حرارة جسم الإنسان بتغير درجة حرارة الجو أقول لإحتواء جسم الإنسان على كمية كبيرة من الماء الذي يتميز بارتفاع قيمة حرارته النوائية يبقى ليه جسم الإنسان ما بيتغيرش سواء شتا أو صيف الصيف بيكون الجو حرد جدا بيوصل إلى 40 درجة وساعات 45 درجة المفروض الماء اللي في جسمنا درجة حرارتها تتغير ما تكونش سبعة وثلاثين مابتوض تتغير تبقوا في الشتا ساعات بتوصل درجة حرارة إلى أربع درجات موية المفروض برضو درجة الحرارة بتاعت الماء اللي في جسمنا تقل وتنخفض عن سبعة وثلاثين درجة موية ولكن بتفضل سبتة في جسم الإنسان ليه بقى؟ نقول له الاحتواء جسم الإنسان على كمية كبيرة من الماء والماء دي بتتميز بارتفاع قيمة حرارتها لإن نوعية وبكده يكون خلاص درسنا النهاردة يارب تكونوا استفدتم معانا بالدرس المرة جاية إن شاء الله هنتكلم عن الخواص الكيميائية للماء وناخد تلوس الماء كده تكون خلاصة الوحدة الأولى أراكم المرة القادمة في فيديو جديد يارب تكونوا استمتعتوا معانا بشرحنا لهذا الدرس شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإذا عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشيل للدرس ولا تنسوا الاشتراك في القناة ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستا أحمد أربعة الحوت أيضا هسيب لكم رابط الدعم على موقع باتريون في صندوق الوصف ونرجو منكم دعم القناة لكي يستمر المشوار القناة معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته